السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة معلومات أسرار آخر الزمان كما تكلمنا وقلنا الغرب يعلم جيدا أن أيام ظهور المهدي أصبحت وشيكة وتحدثنا في هذا الموضوع في أكثر من حلقة وقلنا أن الغرب أوروبا وأمريكا بالتحديد متأكدين أننا في أيام الظهور للمهدي عليه السلام وأن ظهور المهدي أصبح أمرا وشيكا هذه المقدمة هم يتعاملون معها أنها من المسلمات ولذلك هم يستعينون بالعرافين وبالدجالين ويقرؤون نبوآتهم اللي إحنا بنسميها إحنا كمسلمين نبوآت أهل الكتاب توراة والإنجيل عهد القديم عهد الجديد الإصحاحات على اختلافها هم يقرؤونها ويحاولون أن يستخرجون منها فائدة كبرى إيه هي مكان المهدي هيطلع منين؟ أصل العالم الإسلامي الدول الإسلامية كثيرة وشعوب الإسلام أعدادها كثيرة هم هيبحثوا منين؟ وكيف يبدؤون رحلة البحث؟ أول حاجة عشان يبدأوا البحث لا بد من تحديد مكان المهدي هل سيخرج المهدي من المغرب العربي؟ الدول اللي إحنا بنسميها شمال أفريقيا الجزائر وتونس المغرب هل سيخرج من هذه الأماكن؟ أم أنه سيخرج من مصر مثلا أم أنه سيخرج من الشام؟ أم أنه سيخرج من العراق؟ طبعا هم عشان يبحثوا بهذه الطريقة لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مكان المهدي عليه السلام ولذلك هم استعانوا بوسائل مختلفة للوصول للمهدي وللوصول لمكان المهدي خلاص يبقى احنا اتفقنا أنهما يعني مسألة ظهور المهدي مسألة منتهية عندهم أن المهدي في أيام الظهور ويوشكوا أن يظهر في حين أن احنا لسه في العالم الإسلامي بنتخانق مع بعض في موضوع أن المهدي لا مش هيظهر وأن دا مش وقت الظهور وبنقول هل المهدي سني وهل المهدي شيعي وهنعرف بعد قليل أن كل دية أصلا صنيعة الغرب وأوروبا الأفكار دي كلها من باب التشويش والتشويه على سمعة المهدي عليه السلام فتحديد المكان عندهم هم عشان تعرف هم بيفكروا إزاي بيبقى عن طريق العرافين وعن طريق الدجالين ولذلك تلاقي في تلميع كبير للعرافين وللدجالين زي العرافة البلغارية وهكذا التي تتكلم عن تنبؤات وعن توقعات وبالمناسبة هم عندهم في عقيدتهم دينهم يعني في النصوص بتاعة التوراة والإنجيل ما عندهم شيء يعني حرمانية الزهاب إلى العرافين وإلى الدجالين زي ما عندنا في الإسلام نحن عندنا كمسلمين أنه يحرم بل قد يصل الأمر إلى الشرك الذهاب إلى العرافين للتنبؤات والتنبؤ بالغيب لأن الغيب لله سبحانه وتعالى وأن معرفة الغيب لم يخصها الله لرسول ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فالغيب كله لله سبحانه وتعالى دين تعقيدتنا في الإسلام أما عندهم هم اليهود والنصارى أكتر حاجة بيستعينوا بيها العرافين والدجالين وإن كان هذا الأمر اللي هو إيه اللي هو الذهاب للعرافين والدجالين في شريعة اليهود وفي شريعة النصارى ليس بمحرم لأنهم حرفوا حاجات كتيرة جدا فيعني ما جاتش على دية إن الذهاب للعرافين والدجالين لا بأس من إيه من الذهاب إليهم طيب إحنا خلاص اتفقنا أنهم يذهبون إلى العرافين والدجالين لمعرفة مكان المهدي عليه السلام أيضا من الوسائل التي يحاولون بها الوصول إلى مكان المهدي والأمر لا يخفى على الجميع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية التي هي مكلفة بالبحث عن المهدي عليه السلام حتى إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأجهزة الاستخبارات في أوروبا بيعملوا يعني ملفات سرية عن موضوع ظهور المهدي عليه السلام ولا يخفى عليكم ما حدث منذ فترة من تسريبات لهذه الأرقام السرية وإنه هم بيحطوا أسماء حركية لملف البحث عن المهدي وكان من ضمن الملفات السرية كلمة وحش ستمية ستة وستين الملف ده كان المقصود بالبحث عن المهدي وملف المهدي كله بصفة عامة وهذه المعلومات يعني لا تخفى على المطلع والباحث في هذا الشام إذن هم يبحثون بأجهزاتهم الاستخباراتية بعد الاستعانة بالعرافين وبالدجالين للوصول لمكان المهدي عليه السلام برضو في حاجة تانية بيستعينوا بيها لكي يصلوا لمعرفة مكان المهدي ألا وهو تجنيد الجواسيس الذين هم من أبنائنا من أبناء جلدتنا مسلمين جواسيس عادين معانا وممكن يكون الجواسيس دول شخصيات مشهورة بل إن ممكن يكون الجواسيس دول ناس تتولى مقاليد الأمور ويعملون لصالح المخابرات الأجنبية للوصول لمكان المهدي عليه السلام أيضا من الوسائل التي يحاولون الوصول بها لمكان المهدي محاولة تصبيط ومحاولة تيئيس كل من يحاول البحث في هذا الموضوع اللي هو موضوع المهدي من المسلمين عن طريق الأجهزة الإعلامية الماسونية اللي في الحقيقة هذه الأجهزة الوظيفة بتاعتها إن كل واحد يتكلم عن موضوع ظهور المهدي وأن ظهور المهدي قد اقترب يحاولوا يهاجموا ويشوشوا عليه ويلسقوا به التهم إنه هو نصاب وإنه هو دجال وإنه هو مجنون وإنه هو جاهل وما عندوش علم شرعي طبعا ده عن طريق الاستعانة بالمؤسسات الدينية الموجودة في كل بلد كل بلد مزرع فيها مؤسسة دينية هذه المؤسسة الدينية المفروض وظيفتها تعلم الناس الدين لا وظيفة المؤسسات الدينية دي تجهيل الناس إن كل ما حد يحاول يبحث بالأدلة الشرعية يقول له أنت مش بتفهم إحنا اللي بنفهم تفهمونا كلمونا عن هذه الأحاديث لا يتكلم لأنه معروف إنه هو بيتكلم بالرمود بيتكلم بالرمود كما يقال له بيتكلم لأنه هو بيعتبر إن ديت أمور شائكة وإن إيه أمور تتعلق بإيه بالسمع وبالطاعة وحتى عندما يتعرضوا للأحاديث التي تتكلم عن آخر الزمان أول ما يجي عن جزئية خلافة على منهاج النبوة لأن كلمة خلافة على منهاج النبوة دي بتعمل حساسية عند كتير من الناس مش بيحبوا إن هما يسمعوها وطبعا الموظفين اللي هي في المؤسسات الدينية مهم موظفين في هذه المؤسسات دايما بيحاولوا يتجنبوا الكلام الكلام عن موضوع الخلافة على منهاج النبوة ودايما كل الكلام بيكون كل التركيز عليه على السمع وعلى الطاعة ونحن لا نعارض موضوع السمع والطاعة ولكن يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة أي في كافة شرائع الإسلام يعني لا تتكلم عن جانب وتترك الجانب الآخر وهو دوة الخلل وأخيرا هل سينجحون في مساعيهم هل سينجحون في الوصول لمكان المهدي هل سينجحون في القضاء على المهدي بمعرفة مكانه طبعا الإجابة ديت إجابة مختلفة من عقيدته ضعيفة العقدته ضعيفة هيشوف إن لا ده ممكن فعلا يوصلوا هن لأن في ناس كتير ترى أن المؤسسات العالمية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهذه المؤسسات الماسونية إن هذه المؤسسات تنفع وتضر من دون الله في مسلمين للأسف بيعتقدوا هذا الأمر فيه مسلمين بيعتقدوا إن أمم المتحدة تنفع وتضر وإحنا عودونا على كده يعني إحنا تعودنا على كده إن في الحروب وفي النزاعات أول كلمة تتقال لا محدش يتكلم غير ما يرجع يرجع لمجلس لمجلس الخوف اللي هو مجلس اللي هو مجلس الأمن ففي ناس مسلمين يعتقدوا أن مجلس الأمن وأن الأمم المتحدة تنفع وتضر مع الله ما هو الشرك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة شرك خفي أخفى من دبيب النملة ليه؟ ناس تعتقد أن في ناس بتنفع وتضر مع الله والله يقول في القرآن ويخوفونك بالذين من دونه وفي ناس عقدتها أن النافع الضار هو الله وأن ما أصابك لم يكن لي أخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك جفت الأقلام طوية الصحف دم عسكر الإيمان اللي هو بالمناسبة أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمان المهدي اللي ده فسطات أهل الإيمان الذي لا نفاق فيه المعسكر التاني هؤلاء هم أضعفوا عقيدتهم وإيمانهم بأنفسهم لما إدوا دنهم لإيه؟ لجنود المسيخي الدجال ما هو المسيخي الدجال لازم عندما يظهر يكون له جنود يمهدون له الطريق عشان كل ما يعمل حاجة يكونوا هما الايه؟ الصدى ويعني اللي بيعملوا ليه نوع من أنواع الترويج فمعسكر الإيمان ومعسكر النفاق خلاص دول موجودين طبعا إجابة السؤال واضحة عند أهل الإيمان أنه لا يستطيع أن يصل أن يعرف مكان المهدي أحد وأنه في حفظ الله وأن الله ناصره وأن العالم كله بأمريكا الوهمية وبأوروبا بالهالة الإعلامية الزائفة وبإسرائيل وكل الدول اللي هي محور الشرور ومصدر الشرور لو اجتمعت كلها عشان خاطر أنهم يضروا المهدي عليه السلام لن يستطيعوا لأنه في معية الله ومن كان الله معه فهو المنتصر دية العقيدة بتاعتنا لن يستطيعوا أن يصلوا إلى المهدي ولن يستطيعوا أن يؤذوا المهدي وهم يعلمون جيدا أن الحرب ليست مع المسلمين هم يحاربون الله ولا يستطيع أحد أن يحارب الله وأن يقف أمام الله غدا بإذن الله نكمل الكلام في موضوع جديد يتعلق بأيام الظهور الحاسمة للمهدي عليه السلام جزاكم الله خيرا سلام الله عليكم السلام